بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في الله ما هو الفرق بين لا يشعرون ولا يعلمون يعني لماذا نجد القرآن يستخدم هذه الكلمة أحيانا أو هذه الكلمة هل القضية عشوائية أم أن هناك نظاما لغويا دقيقا جدا على مستوى الحرف في القرآن كله دعوني أتأمل معكم عندما تحدث الله تبارك وتعالى عن المنافقين أخبر بأنهم مفسدون في الأرض ولكن لا يشعرون لأن الإنسان قد يسرق ويقتل ويزني ويظلم ويفعل الكثير من الأشياء السيئة ولكنه لا يشعر بأنه على خطأ لذلك قال تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فكثير من المفسدين يعتقد أنه على صواب ولا يكاد يشعر بأنه على خطأ فاده ولكن عندما أنبأ القرآن عن المنافقين استخدم كلمة لا يعلمون لأن السفاهة هي نوع من أنواع الجهل ولذلك هذا يناسبه كلمة لا يعلمون قال تبارك وتعالى ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون سبحان الله لذلك أيها الأحبة عندما كان الحديث عن الفساد في الأرض قال لا يشعرون إنسان قد يقوم بعمل سيء وهو يظن نفسه أنه على حق أو على صواب بينما عندما جاء الحديث عن السفهاء يعني السفيه هو الذي لا يعلم أصلا جاهل يعني استخدم كلمة لا يعلمون ليدلك على أن المقام هنا مقام علم إن هذا يعني هذه الدقة العجيبة في استخدام كلمات القرآن لتشهد بأنه كلام الله ألا غذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون